موسيقى 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 ايال Meng 450 يخضروا إنسان 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 انسان أعلم بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند والجزء الأخير من برنامج الترند البداية هتكون مع ترند الأهلي لأننا نشوف كلام مهم جدا على فاينال الأهلي والترجي البداية من حساب بطولات بيقولون الأهلي تلقى موافقة الأمن على حضور 55 ألف مشجع لمباراة الترجي في نهاية دوري أبطال إفريقيا 52 ألف و300 للنادي الأهلي والمتبقي لجماهير الترجي التنسي وده التأكيد اللي كنت بقوله لحضراتكم من شوية أن لو حضر 55 ألف مشجع النسبة المحددة لجماهير الترجي 5% يعني مش هتزيد عن 2500 مشجع عموماً دي التعليمات الأمنية ويبقى في اجتماع تنصيقي خلال الفترة اللي جاية بعد لقاء الزهاب والنهاردة في اجتماع تاني لألاقة بنسبة التذاكر ما بين الاتحاد الأفريقي مع الأهلي في لقاء العودة في الصدق قاهرة يوم 25 مايو وتبقى لللايحة وتبقى للايحة التسويق كل طرف ليه قد إيه لأن كمان الفاينال بيتنظم من خلال الاتحاد الأفريقي مع النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي أكيد الفاينال ده بيبقى أمر شأن خاص به لأنه هو صاحب التنظيم وصاحب البطولة وكل الحقوق التسويقية والإعلامية والإعلانية فبالتالي بيتم كل الاتفاق على هذه التفاصيل من خلال اجتماعات تنصيقية بدأت من النهاردة طيب نروح لملعب القاهرة 24 بيقول للأهلي يختر اتحاد الكرة بموقفه النهائي من معسقر المنتخب في يونيو تفاصيل الخبر على عهدة القاهرة 24 إن النادي الأهلي رفض التراجع في أزمة اللاعبين الدوليين وتمسك بانضمامهم طبقا لموعيد الأجندة الدولية في الفترة من 3-6 حتى 10-6 الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة ما بين اتحاد الكرة والأهلي مع المنتخب الوطني ولكن مسؤول النادي الأهلي قالوا إن في حالة إجهاد عامة لدى اللاعبين بعد مبارتاة التراجع الفريق محتاج أجازة وراحة لأن بعد الأجندة هلعب كل 48 ساعة مباريات مؤجلة في الدوري فصعب جدا هلعب 10 مباريات في ظهر في 30 يوم ولعبت ما تاخدش أجازة حتى 4 تيام بعد نهاية إفريقيا وقبل انطلاق الأجندة وده الجزء اللي كنتم أتكلم فيه محضراتكم إنبارة ولكن الكلام النهاردة مكتوف في القاهرة 24 وفي تفاصيل مهمة جدا في هذا الشأن لما نشوف هيصفر عن إيه بعد إعلان قيمة المنتخب يوم 26 مايو طيب الوطن الرياضي بيقوله أول رد من علي معلول على التجديد للأهلي مفاجأة للإدارة في تصريحات تم تنقلها بالأمس من خلال بعض الإزاعات التنسية لنجم النادي الأهلي والمنتخب التنسي علي معلول الوطن سبورت خده أول رد فعلي من علي تبقى للتصريحات المكتوبة ومنشورة في المواقع التنسية ومكتوب فيه إن علي معلول ما عندهش أي مشكلة في التجديد للأهلي فيه نقاش بس في مسألة التجديد بشأن الأرقام المالية وكل الأمور تم تأجيلها لما بعد مبارتي الترجي التنسي هقفل الملف ده مش هنتكلم فيه لأن احنا عندنا موقع أهم وعلي نفسه عارف إن مبارات الترجي أهم حاجة دلوقتي بعد ما نخلص معلش الترجي كل التفاصيل نقولها لحضراتكم ومنطمنكم على كل اللي قابين نروح لكورابلس الكشف عن موقف محمد الشناوي من التواجد مع الأهلي في تونس تفاصيل خبر من خلال كورابلس بيقولوا إن محمد الشناوي سيتواجد مع الأهلي في رحلة تونس وإن مارس الكولر استقر على هذا القرار وأنا بالأمس هنا قلت لحضراتكم محمد الشناوي وقالي يوديانج بنسبة كبيرة جداً الجهاز الفني بيفقر في استحابهم مع الفريق والبعث الرسمي اللي هتسافر بكرة في المساء إن شاء الله بإذن الله يكونوا كل اللاعبين على أهبة الاستعداد وكمان وارد جداً إن الجهاز الفني يفقر أخذ كمان عبدالقادر وعمر السلية سواء جاهزين أو مش جاهزين أنا هناك عطبراً تدريبتين محتاج أعايش كل اللاعبة في أجواء الفاينال سواء في القاهرة أو في رادس قبل العودة للقاهرة فممكن جداً الجهاز الفني يفقر في استحاب كل اللاعبين وممكن ياخد قرار تاني إن يفضل إن اللاعبة اللي محتاجة تأهيل تستمر في القاهرة وعشان أركز على المجموعة اللي هتكون معاي ولكن وضع الشناوي وديانج غير السلية وعبدالقادر وبقرأ أعتقد بنسبة كبيرة هتعرفوا كافة التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها مبارح والنهاردة كمان الوطن الرياضي بيقولوا مروان عطية يثير القلق في الأهل تعرف على التفاصيل التفاصيل إن مروان عطية قبل خود الزهاب كان اشتكى من إيجاد في الخلفية وأنا قلت لحضراتكم إن مروان عطية بعد مباراة بلدية المحلة كان فيه كادمة قوية جداً وحس إن فيه تورم في رجليه خد أجازة في اليومين اللي بعد مباراة البلدية والنهاردة موجود في التدريبات الجامعية التدريب هيبدأ ستة وبطمنكم بإذن الله إن ما فيش مشكلة في مسألة الدافع بمروان عطية وهيبقى التدريبات في الفترة اللي جاية تدريجي لبعض اللعيبة اللي راجعين من إصابة ولكن إن شاء الله بإذن الله الأهل هيكون كامل العدد في رحلة الفريق إلى تونس نروا الحساب يلا كورة نجم تونس محمد السليتي كان ليه تصرحات عبر إزاعة آي اف ام وقال فيها لا يوجد فريق عربي يمتلك لعبين بحجم إمام عشور وعلي معلول طيب الكلام هنا بيقولوا إن محمد السليتي قال إن مفيش فريق في المنطقة العربية عنده لعبة بحجم عشور وعلي معلول الأهل والترجي عندهم لعبك ويسى جدا لكن في نفس الوقت هو وجه رسالة تحذيرية للترجي إن الأهل لما بيقدر يوصل للنهاية بيقدر يحقق نتيجة جيدة وقال كمان إن الترجي التونسي جاهز بشكل قوي وجه رسالة للأهل لما نجح في إخصاء أقوى فريق في إفريقيا وهو فريق سانداونز دي تصرحات محمد السليتي عبر إزاعة آي اف ام التونسية حساب كورا بلس تصريحات أيضا لقاردوزو ميجل قاردوزو مدرب الترجي التونسي التونسي اللي استبعت فيها بوكي والسهيلي من قائمة الفريق لمواجهة الآلي في ذهاب النهائي طبعا أسامة السهيلي وابوكي ما كانوش موجودين في ماتش النجم الساحلي وهو بيفكر في استبعادهم لأسباب فنية بصوا جماعا عشان أثبت لحضراتكم بس فكرة قايمة فريق الترجي التونسي دايما ميجل قاردوزو عنده عناصر سبتة وأساسية سواء في التشكيل الأساسية اللي لعبت في المباريات الأخيرة الإفريقية أو حتى اللعبة الموجودة على دكة البودلاء ما بيغيرش يعني أنا مثلا معايا قايمة ماتش الترجي وسانداونز هابا في تونس وإيابا في بريتوريا ما تغيرتش العناصر الأساسية اللي بدأت في تونس هي هي العناصر اللي بدأت في بريتوريا رغم أن طريقت اللابة وخط اللابة ممكن اختلفت ولكن الراجل ما غيرش فيها حاجة نفس العناصر نفس اللعبة نفس الأمر على دكة البودلاء ما دخلش لعب زيادة فالراجل دايما عناصره جاهزة وبيغيرش في اللعبة آخر خبر قبل ما طلع على فاصل ربطة الأندية المصرية من خلال حسابها الرسمي بتصويت الجماهير هدف عمر كمال هو الأفضل في الجولة الـ 22 دي كانت أبرز التفاصيل في ترند الأهلي فاصل ثم نواصل